اشتركوا في القناة في نفس الساعة او فيها شريحة الـ H2 هذه شريحة من قبل جديدة سماعة قبل غديمة كلها فيها H1 فنقدر نقول معالج جديد لحق الصوت وكل شي فيها طبعاً غير الدرايفرز اللي موجود داخل السماعة وكل شي جديد موجود فيها طبعاً بسبب المعالج الجديد برضو شفافية الصوت فهذه السماعة او Transparency Mode فيها ميزة برضو وهي تسوي لك شفافية الصوت او انت مشكل شفافية الصوت السماعة نفسه راح تحس بالاصوات اللي حولك تعرف هده صوت انسان هذي صوت مثلاً آلة مزعجة يمك اشخاص يحفرون ولاشي راح تغللوا الصوت منهم يعني انت مشكل شفافية الصوت يتبه تسماع اللي حولك لكن أبو راح تقلل عليك الضجيج الاصوات اللي عارفتها أبو او عارفها السماعة هذي انا صوت هذا مزعج انت ما تبيت تسمعه تبيت تسمع صوت شخص يمك يتكلم ترفع صوت الشخص اللي يتكلم وتغلل عليك صوت المزعج اللي حولك فأعتبر شفافية صوت مع راحة لحق الأذن لا تسمونها لكن ميزة جديدة وبرضو فيها خيار وأخيرا أبل حطتها وهو خيار التحكم باللمس أخيرا أبل حطت هذا الشي يعني من زمان السماعات الموجودة عندنا إذا كنت بيترفع الصوت وتنزل ما عندك للآيفون لساعة أبل أو تقول حكسية لترفع الصوت وتنزل حين أبل السماعة هذه الجديدة لا خلاص اللمس عندك في الجم تقدر ترفع الصوت وتنزل أخيرا طبعا السماعة برضو فيها مقاومة الماء أو القبار لحق الأشياء الخفيفة يعني يعني العرق غيرها يعني مش أنت تقوص فيها السماعة لا راح تخترب عليك يعني وهذه السماعة راح توصل لك برضو استخدامي لست ساعات استخدام كامل إلى ست ساعات في شحنة واحدة ومدة استماع لألين ثلاثين ساعة مع العلبة فكل مرة تسمع شوي وتحطها تخلص السماعة وتحطها في العلبة تشحن وترجع مرة ثانية كتوتر راح توصل ثلاثين ساعة برضو تقدر تشحنها خمس ساعات راح تعطيكم ساعة لحق مكلامات والعلبة هذي برضو فيها فيها فتحة لحق الصوت فيها جهة لحق السبيكر الآن إذا ضاعت عندك العلبة هذي راح تقدر بالفايند بايند تقدر تحثر عليها أو برنامج العثور تشقلها ورح يطلع السبيكر يطلع صوت من نفس العلبة تشوفها لأن العلبة برضو هذي الوحيدة أو العلبة الجديدة هذي من فئات الإيربوتس اللي موجودة في السوق هذي فيها تشب اليون تشب العثور على الجهزة اللي موجودة في الآيفون نزلتها تغريبا أبل في الأول آيفون 11 فهذه فيها شريحة داخل لحق التتبع تقدر تعثر على السماعة حقتك وفيها برضو فتحة لشريطة تعليق ما أدريش أبل حطتها لكن موجودة الشريطة تعليق أبل حطتها بمنتجه تغريبا آيبوت تتش قبل خمس سنوات أو ست سنوات تغريبا من فئة من الآيبوت تتش وكنسلاتها لكن أبل رجعتها هنا ما أدري هل رح تنجحها برضو هذه الحركة ولا لا ما أدري برضو فيها النظام فتحات هوائية لمنزلة الضغط يعني هو نفسه الإيربوتس مكان السواد اللي مدد عندك هنا في فتحات لحق الهواء علشان ما يكون بعض السماعات اللي عندنا اللي شقلت النوائز كنسوليشن تحسين راسك ينضغط يعني تحسينك تنعزل كده فجأة تحس في شي غريب لكن هذه فيها شوي فتحات لحق الهواء بنفس العلبة هذه مع شريحة ديون فيها الماكسيف فتقدر تحطها نفس الآيفون شواحين الماكسيف اللي عندك وهذه إيربوتس تقدر تشحنها مش بس شواحين الوايرلس العادية تقدر تشحنها برضو بشاحن ساعة أبل بشاحن ساعة أبل تقدر تشحنها بهذه يركب عليه ويرصق كنن Recovery فحركة حلوة يعني يكون عندك شاحن لحق الآيفون خاص فيه الماكسيف مثلا وعندك شاحن لحق ساعة أبل أما السماعات تقدر تشارك فيها بأي جهة تبي تحطها هنا وتبي تحطها تشحن مع مكان الساعة ولا مكان الآيفون وفيها برضو تحكم باللمس من الموقف تحكم بالصوت رفع وخفاض الصوت وبلوتوث اللي موجود فيها 5.3 توقع بالخلاص بدأت ستاندر الآن 5.3 في الـ AirBots وإن شاء الله كلهم في المستقبل رح يكونون 5.3 يعني ترجع الدور على AirBots Max والـ AirBots 3 أو AirBots 4 رح يكون في المستقبل رح يضطون فيها 5.3 بلوتوث يعني كونكتيفتي أو كيف شبك بينه وبين الجهزة رح تكون أفضل وبطارية رح تكون أفضل وما رح تصرف بطارية حتى لو أن البطارية ما غيرت حجمها أبل وما كبرت حجمها أبل خلاص بلوتوث أعلى الصرفية أقل جودة صوتية رح تكون أفضل جودة موسيقى رح تكون أفضل يمكن في المستقبل أبل تسوي حركة تشقل لوسلس إلى الآن طبعاً AirBots هذه ما رح تشقل لوسلس ما رح تسوي أبل في المستقبل لكن نشوف وهذه السماعة AirBots Pro هي الفئة الوحيدة من السماعة أبل فيهم tips أو فيهم جلد كل ما تسمونهم جلد أو السيليكون الفئة الغديمة من المبروف فيهم ثلاثة أحجام small و medium و large لكن الآن في X small فأنت بكيفك لحق إذنك إذا كانت X small على حسب لأن الحلو حلو فيها أنك تقدر تركب السماعات وتقدر تخش البلوتوث وتشيك أنت تشوف السماعات حقتك إذا هذه عزل صار كويس أو مش كويس من المختلفين والله خلقنا برضو وإذننا غير إذن حيانا يطلعون بعض الناس كده شفت بعض الأشخاص يقول لك AirBots إذن اليمين غير حجم AirBots إذن اليسار كtips وهذه AirBots فيها تعزيز المحلثة يعني الأشخاص اللي السماعهم ضعيف تقدر تشقلها في تسيارات الاستخدام أن يكون الصوت أعلى عندك يعني يصير زي مكبر لحق السماع حقك كده يعتبر كسماعات يعني قوية تكبير سماعات الطبية لكن قبل ما قلتها طبية وقلت لك قبل أن استخدم هذه أفضل من سماعات الطبيب يعني اللي تحطها لك في ابنك أو سماعات اللي تكبر الصوت من وصفة طبية يعني وبس هذه كل حاجة في السماعة وننتظر قبل ما تفعل تتوقع أن قبل بدأت كل سنة تنزل شي جريد يعني قبل سنتين نزلت AirBots Mix السنة ستنزلت عندنا AirBots 3 سنة هذه AirBots Pro يمكن السنة اللي جاية رح ترجع تنزل AirBots Mix بميزات جريدة بالـ H2 باللمس يمكن تسوي أشياء نشوف ففي هذه الفيديو تبسوا الاشتراك بالغناء واشتراك بحساب سناب شات شارع وضبطكم وعمل لأكل مقطع وشار مقطع ولا تنسون فضدعاكم والسلام عليكم